ما زالت فضيحة شبكة التجسس التي يتهم الموظف في رئاسة الوزراء محمد جوحي بتزعمها تتفاعل مخلفة أزمة سياسية فاقمت معها أزمة الثقة بين الأحزاب والحكومة من جهة والحكومة والأجهزة القضائية من جهة ثانية ومتسببة باحتدام سياسي وإعلامي وقضائي غير مسبوق تشنه الأحزاب الشركة في الحكومة ضد رئيسها محمد الشيع السوداني وبدت الأزمة مستعصية مع معلومات جديدة بشأن فشل قائد فيلق القدس إسماعيل قآني باحتواء الأزمة بعد اللقاءات التي أجراها مؤخرا مع زعماء عدد من الميليشيات وسياسيين ومسؤولين آخرين وبحسب مصادر سياسية فإن التحقيقات مع المتورطين وغالبهم موظفون في دائرة رئاسة الوزراء توصلت إلى نتائج بعضها مصحوب بأدلة وتسجيلات صوتية من شأنها إدانة شخصيات حكومية لكنها قد تأخذ وقتا إضافيا كونها تمثل تحديا كبيرا داخل النظام السياسي وقد تؤدي إلى تغير شكل التحالفات السياسية في المستقبل ويرفض زعماء الأحزاب الفاعلة في الإطار التنسيقي الحديث عن تفاصيل دقيقة بشأن التحقيقات ونتائجها والمستمرة منذ ما يزيد عن شهر لكنهم باتوا يعرفون أن عملية التصنت لم تكن أمنية فحسب بل لجمع المعلومات بضمنها معلومات شخصية وعائلية لسياسيين وحتى الآن تم اعتقال نحو عشرة أشخاص متهمين بشكل رئيسي في استغلال إمكانيات الدولة للتجسس على مكالمات هاتفية لنقاب برلمان وسياسيين وقضاة دون تخويل قضائي ولأغراض شخصية ويخضعون لتحقيقات قضائية تحيطها سرية عالية في بغداد المصادر أشارت إلى أن قاضي جهاز المخابرات علي حسين شفات أصدر عدد من مذكرات القبض بحق المتهمين في شبكة التنصت ممن وردت أسماؤهم على لسان الموقوفين على ذمة التحقيق وأكدت المصادر أن التحقيقات أظهرت معلومات أمنية وسيادية وأخرى ترتبط بقمع شرائح من المحتجين والتجاوز على أعضاء في البرلمان في أزمة تتفاعل يوما بعد يوم لتكشف هشاشة النظام السياسي وطبيعة الصراع المصلحي الذي يفاق مؤزمات العراق